تحية لكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صحافة الغد والتي نطالع في أهم وأبرز الأخبار التي تتصدر صفحات العدد الجديد الصادر من صحيفة الأخبار معي هنا في الأستوديو لتعليق على هذه الأخبار وأيضا لتناولها بالقراءة والتحليل الكاتب الصحفي في صحيفة الأخبار الأستاذ أشرف زدان تحية لك معنا اليوم أهلا بيكو باستاذ المشاهدين مشاهدين كالمعتاد نستل هذه الجولة الصحفية بصفحة الخامسة ونقرأ هذا الخبر تحت عنوان الرئيس عبدالفتاح السيسي يبحث مع ابن سلمان تعزيز العلاقات المصرية السعودية في كل المجالات والرئاسة أيضا تصرح وتقول زيارة ولي عهد السعودية لوطنه الثاني مصر تستغرق يومين في البداية سيد أشرف هل لك أن تطلعنا على أهم الملافات التي ربما تتصدر المباحثات التي ستجمع ما بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وأيضا الأمير محمد ابن سلمان ولي العهد السعودي في البداية أحب أوضح بس أن زيارة ولي العهد السعودي بن سلمان لمصر تأتي في إطار جولة خارجية ليه هو بيبدأها منذ يومين بدأ بزيارة الإمارات وكان في البحرين ومن البحرين جه مصر هذه الزيارة مهمة طبعا لأن العلاقة بين مصر والسعودية علاقة وثيقة بغض النظر عن الجانب العاطفي فيها والأخوي هناك ملفات اقتصادية عديدة حيتم طرحها على طولة المفاوضات الزيارة مهمة بالنسبة لولي العهد لأنه قبل ما يتوجه لحضور قمة العشرين قمة العشرين استوقعت في آخر يوم في الشهر في الأرجنتين والأمير بن سلمان محمد بن سلمان حيشارك فيها ممثلا للسعودية وهو في البداية حيقوم بجولة إلى أن تقوده إلى المحطة النهائية لحضور القمة في الأرجنتين محطته هنا في مصر مهمة لأن الجانب الاقتصادي فيها هو اللي حيضغى على الملفات البحث طبعا يعني غني عن القول أننا نقول أن العلاقة بين مصر والسعودية علاقة تاريخية ووثيقة أن الشعب المصري تربطه مع المملكة نقدر نقول أنه لا يوجد حد في مصر أو منزل في مصر لا يوجد فرض ما رحش السعودية يعني معظم نظر السعودية لم يكن للحج للعمرة للعمل فالروابط بين مصر وبين الشعبين يعني العلاقات الشعبية علاقات مندمجة وفيه مصاهرة وفيه تاريخ وفيه معاهدات بيننا منزل قيام الملك المؤسس عبد العزيز بتأسيس المملكة السعودية كان الملك فاروق عمله معاهدة بين مصر والسعودية يعني الارتباط وصيق للحقيقة في التاريخ يعني وعلى كل العصور وعلى كل الرؤساء والأنظمة في مصر كان دايما بيحرص الرئيس والقيادة السياسية في مصر على توطيد العلاقة مع السعودية بالنسبة لنا احنا هنا في مشروعات اكبر متسعة اكتر في الافق بتاعها يعني احنا بنبحث موضوعات منطقة اقتصادية كبيرة في المملكة السعودية بتقيمها في شمال غرب المملكة مشروع ضخم بيتكلف مئات المليارات مصر طرف فيه هيبقى مشروع اقليمي للدول المطلة على المنطقة من شمال غرب المملكة السعودية من ناحية المحر الأحمر هيبقى فيه مصر من ناحية سينة الأردن من ناحية العقبة مشروع مهم هتبقى منطقة صناعية سياحية فيها افق وعدة للاقامة التجمعات العمرانية الجديدة والسياحية والصناعية يعني المملكة بتخطط انها تقيم منطقة صناعية جديدة عاملة زي منطقة فكرة وادي السيليكون للاتصالات اللي في امريكا كده على غرارها بتعمل منطقة وادي سيليكون في السعودية احنا بالنسبة لنا المنطقة دي مهمة جدا لان احنا بنتطلع لان تبقى معبر بين البلدين هنأثر الطريق فيه مشروع لكبري بريتج بين المصر وبين المملكة العربية السعودية فوق خليج العقبة في المنطقة ديت اللي بتربط بنا يعني البحر ضيق وكبري هيأثر المسافة وهيسهل الانتقال بين العمالة وبين الحجاج والمعتمرين تدفقات رؤوس الاموال طبعا فيه ترتبات لإقامة المنطقة الصناعية المشتركة والمنطقة السيحية المشتركة وفيه ترتبات كمان لان في المستقبل الحركة تبقى أسهل وأيصر طبعا التشريعات الاقتصادية الجيدة لمصر أقرتها لتسهيل الاستثمار حتيصر الملفات دي كلها احنا بنعمل بيئة تشريعية عشان نجذب رؤوس الاموال الخارجية طبعا الرأس المال الخليجي على قمة الأجندة بتاعة مصر انها تكتذب رؤوس الاموال الخليجية المنطقة كمان هيبقى فيها ممتدة لمنطقة خليج السويس وهناحنا بنعمل منطقة خليج السويس انت عارفة للمشروعات الصناعية الجديدة والبيت الكوميويات فحيبقى فيه في المسلس ده حيبقى فيه مشروع زراعي صناعي عمراني سياحي فهي زيارة مهمة على الجانب الاخوي وعلى الجانب الاقتصادي وهو الملف الاهم في هذه الزيارة ينقن الحديث عن الاستثمارات إلى الخبر التالي مشاهدين من أصفحة الخامسة نطال الرئيس يفتتح المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية والسيسي يقول حسن استجلال الثروة المعدنية في مصر لدعم الاقتصاد الوطني والرئيس يتفقد أجنحة المغرب والإمارات والسعودية بالمعرض يعني سيد أشرف كيف ترى أهمية الاستثمار في الثروات المعدنية في مصر في هذه المرحلة وهذا التوقيت تحديدا شوفي هو المؤتمر ده مهم لأن فكرة النظر للتعدين قطاع التعدين كان دايما التركيز كله بنصب اللي تعرف على قطاع البترول وسعر البترول وبرصة البترول وأهميته طبعا كواقود والعصب الأساسي للصناعة إنما المعادن قطاع مهم جدا وهو الكنز المدفون في الأرض وهو زي ما سيدة الرئيس قال يعني ملك الأجيال لأنه دايما أنت بتستخرج منه بقدر مصر عندها طبعا الفوسفات وهو موضوع قديم وإحنا لنا باع في استخراج وتصنيع الفوسفات منذ زمن وعندنا مناجم فوسفات لها تاريخ عندنا منجم الزهب السكري مشهور وبقى فيه دلوقتي منه استخراج والتنقيب عن الزهب تطور في الفترة اللي إحنا فيها عندنا المنجنيز صلاعات التعدين بتشمل الألمونيوم والحديد والنحاس عندنا مشهور رائد الحديد من زمان من الستينيات لصلاعة الحديد فقطاع التعدين ده يحتاج لإعادة هيكلة زي ما قلنا لأنه الصر والمدفون الأجيال تاني حاجة المهمة فيه أنه بتقوم عليه صناعات مغزية وصناعات تحولية يعني الحديد بيحتاج معاه صناعات فحم وكوك لأنه عشان بتحول الحديد الخام لصول بيحتاج للمصانع الألمونيوم فكل دي صناعات مغزية وبديلة بتقوم عليها بتستوع بطاقة عمالة بتديكي فرص وعدة للإنتاج بتعفيكي أنك أنت تعتمدي على الاستيراد فمتوفر لك عن ما صعبة فقطاع التعدين قطع مهم جدا المؤتمر ده مهم جدا لأنه مؤتمر دولي عربي فكانت السعودية بتتولى رئاسته وسلمت الرئاسة لمصر ومن هنا بتيجي أهمية أن مصر تحصل انتعاش في قطاع التعاون في نطاق التعدين بيننا وبين الدول العربية تبدل خبرات وتبدل مهندسين وتبدل فكر في كيفية استخراج وتبدل المعادن والتجارة ونقل الصناعات بين الدول العربية عايزة شبكة وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لنا في مصر مشاهدين أيضا من الصفحة السادسة من العدد الجديد الصادر من صحيفة الأخبار نطال هذا الخبر رئيس الوزراء يؤكد ضروري توفير السلع الأساسية في الأسواق ولا خصخصة للمجمعات الاستهلاكية ولا عودة إلى المستوى الرفيع هذا الخبر يتحدث فيها الأساس عن توفير بعض السلع الأساسية وخاصة سلعة الفول أود أن أسألك سيد أشرف في عام 2003 لا تكون نحقق الاكتفاء الذاتي من محصول الفول من خلال زراعة ما يقدر بحوالي 300 ألف فدان والآن تقلص هذا الناتج ليصل إلى 120 ألف فدان بما يغطي تقريبا 25% من استهلاكنا بوجهة نظرك ما سبب وراء هذا الطراج في إنتاج هذا المحصول تحديدا والذي يمثل أهمية بالنسبة لإستهلاك اليوم في المجتمع المصري طبعا الموضوع مهم وحيوي شوفي احنا تنقلنا بقى من الدهب والذهب والألمونيوم للفول والفول الأمن الغذائي بالنسبة للمصر طبعا الموضوع ده مهم جدا لأنه أصاب قطاع الزراعة ما أصاب بقية القطاعات في مصر في الفترة الأخيرة يعني إذا رجعنا الأرقاب ودائما في الاقتصاد نتكلم بالأرقاب زي ما حضرتك قلتي الموضوع كان في 2003 300 ألف فدان تقلصت المساحة إلى 120 لو هتحسبيها هديه هديك مش 25% هديك 40% تقريبا وحسب تفاصيل الخبر يأخذون هذا 25% دي يعني هنوصل ل25 من الاربعين ليه؟ لأن احنا في 2003 كان عدد السكان غير في 2018 ده فرق الزيادة السكانية بقى فانت خذ في اعتبارك أن عدد السكان زاد فالمفروض كان هذه المساحة المزروعة ل120 ألف فدان تغطي 40% من احتياجاتنا نظرا للزيادة السكانية هبطت ل25 يعني هذا يديكي مؤشرات على التأثير السلبي للزيادة السكانية حقيقة لا يحسن استخدامها الزيادة السكانية تتحول لعبء فقط للاستهلاك وليس الانتاج وإن كنتي ما أصاب قطاعات الزراعة ده المؤشر الأخطر تآكل الرقعة الزراعية كنا بنزرع 300 ألف بقوا 120 ألف نعم شوف النسبة قد قد انخفضت حوال 60% ليه لأن احنا دخلنا في البناء على الأرض الزراعية وطبعا تراجعت زراعة المحاصيل اللي ما عادش فيها ربحية قوي يعني تلاقي بعض الفلاحين للوقت وبعض المناطق الزراعية بيتحولوا زراعات الزهور والنباتات العطرية بتكسب أكتر الفول لما يكون مربحا لكن هنا في حاجة اسمها الأمن الغذائي الدكتور مدبوني في الاجتماع المجلس والوزراء طبعا القطاع ده متداخل خدي بالك متداخل بين وزارة الزراعة وزارة الري وزارة التجارة ليه لأن احنا دخلنا هنا في موضوع الاستيراد من 2003 لما تراجع فبقنا عندنا وزارة التجارة بتستورد مؤخرا للناس اشتاكت في السوق لأن أسعاره ارتفعت يبقى الطالب أكبر من عرض أسعاره ارتفعت لأن كنت بتستورديه وما فيش سياسة تنسيقية واضحة لطريقة الاستيراد يعني الاستيراد ما كانش منظم الدكتور مدبوني عمل لجنة تنسيقية للأمن الغذائي نعم بين الوزارات التلاتة المنوض بيها أنها تتابع يعني هو دا كان مفهود يبقى من فترة طويلة بتعملي مسح شامل لسلعك الأساسية لمحاصيلك الأساسية الغذائية يعني فول أمح دورة الحاجات اللي تعتمد عليها لأن الدورة بتحتاجها في الدقيق تعتمد على المحاصيل دي تبقى عارفة مساحتك قد إيه اتقلصت قد إيه زي ما احنا قلنا هنا النسب هتضطر تستوردي قد إيه يبقى أنت هتستوردي هنا مثلا سبعين في المائة من إحتياجاتك في الفول وقدي إيه من الدورة وقدي وأعمل خطة لطريقة الاستيراد بحيث تكون منظمة ما يبقاش عشوائية لأن لما أسمح لكل شركة تستورد بطريقة عشوائية بتلاقي في الآخر السعر في السوق ما انتش قادر تتحكم فيه حتى عشان الحكومة لما تستورد بشكل منظمة متحكمة في السعر في السوق ما يرتفعش فجأة على الناس ودي سلعة استراتيجية بالنسبة لغذاء المصريين إذن هذه اللجنة التي أقرها المجلس اللجنة التنسيقية لأمن الغذائي بين الوزارات الثلاثة لازم يحطوا خريطة زراعية للمحاصيل الغذائية وطريقة احتياجة وطريقة استراد وإمتى حتبتني تزود الرقعة الزراعية في المحاصيل دي مش بس أكتفي بالاستراد يعني أنا عايز أرجع تاني إلى 200 ألف نعم تاني تحقيق الإكتفاء الذاتي طيب أيضا من ضمن تفاصيل الخبر تم الأعلان أنه سيتم تنسيق ما بين وزارتي التموين وأيضا وزارة الزراعة لتعاديل المواصفات القياسية المصرية الخاصة باستيراد هذه السلعة تحديدا حتى يتسنى تغطية متطلباتها لسيلاك المحاولين شوفي ما هونت زي الأمح ما هونت في الأمح بيقى في لجنة في يعني في الأمح تحديدا لأنه الأمح مهم من نسبوع من استورد منه كمية كبيرة وإحنا أحد كبار المستوردين في سوق الأمح الدولي من استورد من أوكرانيا ومن التحدي السوفيتي ومن أمريكا مما بتيجي تستوردي الأمح بيبقى عندك لجنة بتروح على الباخرة وبتعاين الشحنة اللي جاية حسب قائمة المواصفات اللي انت حطاها نعم وفيه شحن بترجع بيتم رفضها بيبقى الأمح فيها سوس بتبقى محتاجة تبخير بيبقى الأمح متخزن لطريقة طويلة فيبقى فيه نعم العفل ما ضروري تعديل للمواصفات القياسية المواصفات القياسية حضراتي كانت لما لأنني كانت زي ما احنا قلنا في الأول احنا في 2003 ما كانش عندنا خريطة مواصفات قياسية نستورد ما كناش بنستورد فاهماني فما كناش بنضطر نقول احنا هنستورد فول شكله ايه هم هنا بنسموه الفول اليابس الصحيح فول صحيح يابس ما كناش بنحط مواصفات لكن لما بدأنا نستورد بقى الجهود فردية كل شركة او كل قطاع بيستورد كده حيث هم اتفق لا انت هتحط لقيحة مواصفات انا عايز الفول درجة نطج كذا الحجم الحباية المواصفات اللون فانت بتحطي طريقة الاستيراد عشان تجيلك شحنة مضبوطة للمواصفات بتاعتك وتعرفي الدول اللي تنتج النوع الفول اللي انت بحتاجها فدي مهم جدا في الاستيراد ما يبقاش عشوائيا مشاهدين ننتقل الى الصفحة الاولى ونقرأ هذا الخبر المرحلة الثانية للقضاء على فيروسي في 11 محافظة السبت تفاصيل هذا الخبر من فضلك احنا تكلمنا المرة اللي فاتت تكلمنا اللقاء وكلمنا عن انطلاق المرحلة الاولى وقلنا المشروع ده متميز جدا وعملاق وكل التحية للقائمين عليه وهو مشروع جيد جدا بشهادة المنظمات الدولية على فكرة البنك الدولي بيتابع ومن الضبط الصحة العالمية لان احنا كنا من الدول اللي بتصنى في العالم على الاكثر اصابة بنسبة الاصابة فيروسي في الكبد اجتهاب الكبد الوبائي المشروع ده مشروع ضخم وعملاق وكل المنظمات بتشيل به احنا خلصنا المرحلة اللي تخلص يوم 30 نوفمبر اللي هي المحافظات المرحلة الأولى العشر دخلين على المرحلة التانية 11 المحافظة المرحلة الاولى استوعبت أزوم حتى الان لغاية أمس كان فيه حوالي 10 مليون تم الكشف عليهم بتشمل الكشف على طبعا الفيروس الفيروسي ومن تزبط عليه اللي هما بيسموه عنده في جسمه بيكتشف فيه اللي هي الخلال مضادة أو الانتي مودز يعني اللي هو الأجسام المضادة للفيروس بيتم فتح ملف على طول ليه وتصنيفه وارساله للمركز الصحي اللي هيتابع معاه ويصرف وينزل اسمه على الكمبيوتر عشان يصرف العلاج المعتمد الفيروسي يعني الكشف بيثبت أن كنت مستحقة العلاج فبيتصرف لك العلاج تبع وزارة الصحة المجاني نعم وهذا هو الشيء الرائع في الموضوع بيشمل برضو الكشف على الأمراض المزمنة أنه الضغط والسكر فهو فرصة جيدة جدا لكل المصيرين أنه هم يكشفوا عن صحتهم هو المشروع اسمه 100 مليون صحة احنا عندنا 11 مليون 11 محافظة المستهدف 22 أو 21 مليون في المرحلة التانية منهم القاهرة وهي الأطخم طبعا وطبعا السويس والإسماعيلية ولقصر وسهاج وبنسويف والمنوفية يعني 11 محافظة فيه بين بحر وكفر الشيخ وشمال سينة طبعا القاهرة الأطخم هيفتحوا الجميل هنا بقى اللي حب أقوله أن هم هيفتحوا مراكز الشباب طبعا المراكز الصحية ومستشفات العامة مراكز الشباب وبجدعو كل أفراد الشعب لأنه هو كل الليسان يتطمن على نفسه هيفتحوا مراكز الشباب وهي حتى الجميل أن مترو الأنفاء قال هنفتح أكشاك ومراكز في حوالي 20 أو 25 محطة في المترو الأنفاء في القاهرة طبعا لأن القاهرة فيها مترو الأنفاء لتكون للمواطنين المترددين على المترو المترو بيستخدموا 4 مليون راكب يومين حوالي فإذا استخدمنا مثلا جبنا منهم 3 مليون يهدأ رقم مهول جدا فإذا إحنا بصدد حملة منظمة الوزارة الصحة شكلها استعدت لها جيدا الأجهزة متوفرة بتاعت التحليل المعدات كلها الأطباء على أعلى درجة من الكفاءة هذا شيء إيجابي يدعو للفخر مشاهدين من صفحة السادسة نعود إليها مرة أخرى نطال هذا الخبر مفاعل الضبعة هو الأحدث والأكثر أمانا في القارة وتدريب 2000 مصري لتشغيل المحطة النووية في عام 2026 سيد أشرف كيف ترى العائد الاقتصادي أو المكاسب الاقتصادية لهذا المشروع شوفي هو الأول طبعا في المشروعات النووية طبعا مفاعل الضبعة دوت بينتمي للجيل الثالث إحنا بناخد آخر ما توصلت إليه الخبرة النووية في العالم وده الجميل إنه إحنا ما بدأناش بسا من 30-40 سنة وكانت لسه فيه فاكرة شورنبل والمفاعلات بيحصل فيها انفجارات وعدم أنظمة الأمان لسه مش بالدرجة إحنا أنت بتاخدي آخر ما وصلوا ليه فأنت بتاخدي خبرة 70 عام من الخبرة النووية الروسية أو السوفيتية حيدونا إحنا المفروض هناخد التكنولوجيا بتاعة الجيل التالت المفاعلات النوع اللي هم قالوا عليه في الضبع أنظمة الأمان أهم حاجة بالنسبة لأننا نحن في مصر أنظمة الأمان المصر اللي هدا تحمل إن شاء الله يعني فيبقى المفاعل مؤمن بأحد داس الأنظمة لأنها الخبرات متوفرة النقل الخبرة زي ما أنا قلت لك في مرات عديدة المهم جدا في أي مشروع صناعي إنك أنت تنقل خبرة للتوطيد في مصر ما نبقاش دامة بنستورد خبرة إحنا عندنا مدرسة نووية قديمة هنا في أنشاص عندنا مفاعل تعليمي وتدريبي في أنشاص قديم نعم فعندنا جيل وعندنا وكالة الطاقة الزرية وعندنا هيئات للطاقة النووية فعندنا خبرة بس طبعا أما تطعميها بالأحدث ما توصلت إليه الأجيال المفاعلات الزرية الجديدة حيبقى مفاعل الضبع ده في أنظمة أمان راقية حضرتك بتتكلمي على طبعا اللي بيقولي التصريحات دي نائب مدير شركة أاتوم روس أاتوم اللي هي الشركة المكلفة بالبناء المفاعلين أو الشركة الروسية نعم اسمها أاتوم روس العائد الاقتصادي هما بيقولوا أن كل دولار حيستثمر في بناء المفاعل بيدي أربعة دولار يعني إيه بيدي أربعة دولار أصاده مكسب طبعا المكسب ده بيبقى في توفير في طاقة أصلا للتوفير الطاقة يعني في تشغيل في العمالة في التكنولوجيا فالدولار بيدي هذه تصريحات من الشركة الروسية بتقول أن الجدول الاقتصادية في طبعا بعد التشغيل تشغيل حيبدأ البناء العملي هما دلوقتي بيجهزوا الأوراق وهيئة الرقامة النواية بتراجع الاتفاقيات حيبدأ من 20-20 حنبدأ في 2020 وينتهي المفاعل الأول هو مفاعل توينزي يعني توأم توأم اتنين في الضبعة واحد واثنين حينتهي يبدأ 20-20 ينتهي 26 المفاعل الأول يشتغل يعني فترة البناء والاكتمال 6 سنوات فالعائد للقصادية حيبقى جيد جدا وهم الشركة مهتمة بيه بيقول أنه لأن ده حيبقى فخر للصناعات النواية الروسية وحيظهر قد إيمن التكنولوجيا النواية الروسية على أعلى مستوى فهم مهتمين يقدموا تجربة جيدة وهتستفيد منها مصر استفادة جيدة إن شاء الله والمفاعل دي طبعا كان حلم جميل لمصر كنا دايما بنحلم أنه لدينا مفاعل وتكنولوجيا نواية الروسية توفينا للطاقة في مصر السيد الأستاذ أشرف زيدان الكاتب الصحفي بصحيفة الأخبار شكرا لك على كل هذا العرض المستفيد لما ورد معنا من أخبار اليوم أشكرا لك أهلا سهلا لك مشاهدين الكرام شكرا لكم أيضا على كل هذه المتابعة الحسنة تناولنا اليوم مجموعة من الأخبار من العدد الجديد الصادر من صحيفة الأخبار شكرا لكم وانتظرونا أغدا في المواعد نفسي في جولة صحفية جديدة تقبلوا تحياتي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر